نبقى مع الشأن الصحي منذ العاشر من أكتوبر نعيش حملة وطنية أطلقتها وزارة الصحة لمكافحة وصم الأشخاص الذين يعانون للضرابات نفسية والعقلية في تنجا في المركز الجامعي للصحة النفسية افتتح اليوم أبوابه لورشات تحسيسية هدفها المساهمة في مكافحة هذا الوصم وتتمحور هذه الورشات حول فنون الطبخ والرسم والرياضة بالإضافة إلى عروض موضوعاتية حول واقع وأفاق الصحة النفسية والتربية العلاجية هدف الحملة الوطنية تعزيز حقوق الأشخاص الذين يعانون طرابات نفسية وعقلية وتفكيك الأحكام المسبقة المرتبطة بهذه الاضطرابات وتحسيس الأقارب والأسر والمجتمع بأهمية دعم المصابين حتى يصلوا إلى مرحلة التعافي ومن طنجة ينضم إلينا مباشرة على الهواء الدكتور عادل العموري المختص في طب الأمراض النفسية والعقلية مدير المستشفى الجامعي للصحة النفسية بطنجة سيد العموري أهلا وسهلا بك دعنا نبدأ مما تبعناه من صور حول الورشات التي تنظم داخل المركز الاستشفائي يعني ما مدى أهمية هذا النوع من الورشات العلاجية؟ هل هو نوع من العلاج المجتمعي إلى جانب العلاج الطبي؟ السلام عليكم كيف ما شرطي ريها الأستاذة بمناسبات اليوم العالمية للصحة النفسية؟ تقدم المركز الاستشفائي العلاجي بطنجة بمناسبة في إطار المبادرة الوطنية لمحاربة وصم الأشخاص المصابين بالطرابات النفسية وعقلية؟ لقاء تواصلي وتحسسي بأهمية هذا الموضع وأهمية الصحة النفسية على العموم اليوم كان لقاء تواصلي مع المرضى وعائلتهم بشأن الصحة النفسية من أجل تصحيح بعض مفاهم الخاطئة التي تتهم الصحة النفسية والتي تزيد في الوصن وتزيد في التمييز وتزيد في المشكلة التي تقدروا يحسو به المرضى المصابين هي حملة وطنية تركز إذن أساسا تركز هذه الحملة الوطنية أساسا كما أشرنا على مكافحة الوصم الاجتماعي لهذه الفئة وأشرت إلى المخاطر مخاطر هذا الوصم على المرضى مامد كبر وجسامة هذا التمييز المجتمعي على الصحة النفسية للأشخاص هو تأثير طبيعة الحل جد سلبي لأنه تأخر من فرصة ديال العلاج المبكر ومن تشخيص المبكر للأمراض لأنه كيفما تتعرضوا تعرفوا الطيرابات النفسية والعقلية كجميع الأمراض الأخرى قد ما كانت تشخيص مبكر والعلاج مبكر قد ما تكون فرص يعني أنه العلاج والخروج من هذا المرضى تكون كبيرة غير هو أنه اللي توقع من اللي تكون واحد الوصم فأنه الأشخاص المصابين بطيرابات نفسية تخافوا تحشموا أنهم يمشوا عند الاختصاص في الطبيب النفسي أو أنهم يمشوا في واحد مرحلة متقدمة من المرض وبالتالي في أن الفرص ديال العلاج ديالهم تكون قليلة ذلك في إطار يعني التحسين من الجودة ديال الخدمات الصحية هذه الحملة الوطنية ديال المحاربة الوصم الهدف منها هو إزالة هذوك المفاهيم الخاطئة وتقريب الأشخاص يعني من الصحة النفسية ونحيدوا هذا الخوف وهذا التمييز وهذا الوصم اللي تقدروا يحسوا به أو يتعرضوا له الأشخاص طيب دكتور تحدثت عن التشخيص المبكر وحاجز الوصم على طريق هذا التشخيص إذا طلب منك دكتور بشكل مقتدى بوضع الأصبع على مكان من الخلال وعلى الإشكاليات الأهم التي يجب إعطاءها الأولوية للنهوض بالصحة النفسية في المغرب من أين نبدأ؟ ما لغز مع أستاذات الصحة النفسية يعني واحد الوقت الطويل كانت مو ملغير هو الحمد لله يعني في السنوات الأخيرة كان واحد الاهتمام كبير بالقطع ديال الصحة النفسية وهذا تلمسه إحنا كعامل في مجال قطع الصحة النفسية ما تقولش أنه يعني كامل ولنقدر نقول أننا رحنا في الطريق الصحيح المركز يعني في هذا الإطار تحاولي يقدم خدمات تكميلية لبعض الخدمات اللي كانت في المنطقة الشمالية وبأنها يعني كيف ما شرطي ليه سابقا يعني كان واحد النوع ديال العلاجات اللي يمكن ما كانش في مناطق أخرى أو ما كانش في مستشفيات أخرى بما فيها التربية العلاجية للمرضى يعني أنه المرضى تيجي أو العائلات ديالهم تفهموا أشنه والمرضى أشنه اللي يخصوا الدار أشنه اللي يخصوا ش الدار ورشات تتقيفية وفنية لأنه كوسيلة للعلاج ما كانش غير الأدوية حسنا نخرج من هدك اللي تتكون عن الناس واللي يمكن تتخليموا أنهم ما يتجعوش يمشوا عن طبيب نفسي أو عن المستشفيات العمومية أو المستشفيات ديال الصحة النفسية يعني أنهم تقولوا راه الواحد لمشا غير الدواء وغادي نعس هذه فكرة في حدتها خطأة يعني هذا اللقاء التواصل هو أنه تنحو نصحوا هذا المفاهيم وبأنه العلاج إضافة لأدوية راكي العلاج النفسي كي العلاج المواكبة الأسرية المواكبة النفسية العلاج يعني بالأنشطة العلاجية الرياضة يعني مجموعة من الخدمات اللي تقدمها المركز الاستشفائي الجميع اليوم واللي الهدف ديالها هو أننا نحسنه يعني من الصحة النفسية ديال المواطنين والمواطنات الدكتور عادل العموري المختص في طب الأمراض النفسية والعقلية مدير المستشفى الجامع لصحة النفسية بطنجة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك